بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مادتنا التدخل المبكر عنوان لقاء اليوم سوف نراجع ما تعلمته خلال الفصل الدراسي الثاني من ضمن فئات التربية الخاصة هم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية الأطفال ذوي الإعاقة السمعية يحتاجون دائما إلى خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة والخدمات الدائمة نريد الآن أن أعرف مكونات الجهاز السمعي للإنسان لأنه يعتمد على مكان الإصابة للطفل أو للفرد الجهاز السمعي من أهم الأجهزة من أجل التواصل مع الآخرين التفاعل مع البيئة اكتساب المهارات التعليمية المهارات الاجتماعية مع الآخرين يتكون جهاز السمعي من الأذن الخارجية الأذن الوسطى والأذن الداخلية الأذن الخارجية مما تتكون تتكون من القناة السمعية الخارجية وصوان الأذن هذه هي الأذن الخارجية وشاهدوها الأذن الخارجية هنا للطفل الأذن الوسطى تتكون من ثلاث عظيمات وهي المطرقة والسندان والركاب ثلاثة الأذن الداخلية تتكون من جزئين رئيسيين الأول قنوات شبه الهلالية وأسميها ماذا؟ الدهليز ويعمل على حفظ توازن الفرد لذلك الطفل الذي يعاني من صعوبة في التوازن أو الفرد دائما يحتاج إلى فحص في أي أذن في الأذن الداخلية أما الجزء الثاني فهي القوقعة التي تعمل على تحويل الذبذبات الصوتية القادمة من الأذن الوسطى إلى موجات كهربائية تنتقل عبر العصب السمعي للدماغ هذه هي مكونات الجهاز السمعي وأي إصابة في هذه الأجزاء تؤثر على سمع الفرد؟ تعريف الإعاقة السمعية يقصد بها وجود مشاكل أو خلل وظيفي للفرد يحول دون قيام الجهاز السمعي بوظائفه عند الفرد أو تتأثر قدرة الفرد إلى سماع الأصوات المختلفة بشكل سلبي نحرص دائما على الكشف المبكر للطفل من أجل مساعدة للطفل على اكتساب اللغة والتواصل مع الآخرين ويجتم المصطلح الإعاقة السمعية إلى مصطلحين ضعيف السمع والأصم من هو ضعيف السمع؟ هو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي وكل مصطلح له خدماته المناسبة في برامج التدخل المبكر من فقدان سمعي من درجة 69 إلى 35 ديسبل تجعله يواجه صعوبة في فهم الكلام بالاعتماد على حاسة السمع سواء باستخدام معينات السمعية أو بدونها الأصم فهو ذلك الفرد الذي يعاني من عجز سمعي يصل درجته إلى 76 ديسبل فأكثر من الفقدان السمعي تحولت دون اعتماده على حاسة السمع على فهم الكلام سواء باستخدام السمعات أو بدونها نأتي الآن إلى تصنيفات الإعاقة السمعية عرفنا أجزاء الجهاز السمعي للإنسان الآن تصنيفاتها تصنيف الإعاقة السمعية تبعاً للعمر الزمن الذي حدثت فيه الإعاقة متى حدث الطفل إعاقة؟ هل ولد الطفل وهو أصم؟ هل فقد السمع بعد عمر خمس سنوات؟ لأن المرحلة الأولى المراحل الخمس الأولى من حياة الطفل جداً مهمة في اكتساب اللغة يعتمد التصنيف على العمر الذي حدث به الإعاقة أو الإصابة العمر الزمني اثنان تصنيف الإعاقة السمعية تبعاً لمقدار الخسارة السمعية هنا أعتمد على ماذا؟ على قياس السم للطفل نقيسه بالديسبل إذا كان قياس الطفل من تسعين فأكثر فهو يعاني من إعاقة سمعية شديدة ثلاثة التصنيف على أساس مكان الإصابة أين مكان إصابة؟ الطفل هل هي في القوقعة؟ أين مكانها؟ في الأذن الداخلية؟ أم في العصب السمعي؟ أم في الأذن الخارجية؟ الصيوان هنا؟ يتم تصنيف الإعاقة السمعية هذه جداً مهمة للأم لكي تعرف البرنامج المقدم للطفل المناسب له أسباب الإعاقة السمعية أسباب مرتبطة بالوراثة وأسباب مرتبطة بعوامل بيئية نقطة جداً مهمة تشير الدراسات العلمية أن ما يقارب من 50% من حالات الصمم ما هي سببها؟ سببها جيني وراثي في التاريخ العائلي للطفل يوجد هناك أشخاص مصابون بالصمع إذن 50% من الحالات سببها وراثي وهناك بعض الأسباب التي تحدث للأم أثناء الحمل، الولادة أو بعد الولادة سوء التغذية التحرض للأشعة الصينية خاصة في الأشهر الأولى من شهر الأول إلى شهر الثالث تناول الأم بعض الأدوية والعققير بدون استشارة تعرض الأم إلى الالتهابات مثل ماذا؟ مثل الحصبة الألمانية تحرص دائماً الأم إذا أصيبت أثناء الحمل بالحصبة الألمانية إلى طبيب لكي يعرف ما هو العلاج المناسب للطفل هنا يبدأ التدخل المبكر الوقائي للطفل في هذه المرحلة وأثناء الولادة مثل نقص الأكسجين انتهيت الآن من أسباب الإعاقة السمعية نأتي الآن إلى المؤشرات السمعية التي تدل على وجود مشكلة في السمع للطفل مثل ماذا؟ صوته يكون مرتفع جداً أو أحياناً يكون صوته منخفض هذا يؤثر على ماذا؟ على الجهاز السمعي للطفل يوجد الطفل لديه خلل يحتاج إلى تشخيص وعلاج وإذا ماذا تلاحظ الأم المعلمة؟ صعوبة التركيز والانتباه لديه صعوبة جداً أن يركز في المهمة التعليمية ألم في الأذن بشكل مستمر يتنفس الطفل في فمه يحتاج دائماً إلى كشف كامل على الجهاز السمعي للطفل صعوبة فهم التعليمات لأنه لا يستقبل اللغة الاستقبالية بشكل صحيح يخرج سائل من أذنه تلتهب اللوزتين بشكل مستمر التوتر والارتباك عند التحدث مع الآخرين يطلب منه الآخرين إعادة ما يقوله بشكل متكرر يدير رأسه إلى أحد الجانبين لكي يسمع ويشاهد هنا مشكلة لدى الطفل يعاني منها سمعياً هذه أهم المؤشرات السمعية التي تدل على مشكلة لدى الطفل يميل دائماً للطفل إلى انسحاب الاجتماعي بسبب صعوبة التواصل مع الآخرين فهم اللغة الاستقبالية مع الآخرين أنتقل الآن إلى نقطة مهمة في لقاء اليوم التدخل مبوكل للأطفال ذوي الإعاقة السمعية أولاً التدخل الوقائي تبدأ الأم هنا في أي مرحلة؟ في مرحلة الحمل إذا تبتلنا الأم حامل هنا نبدأ بالتدخل الوقائي ذكان في الأسرة تاريخ الأسرة يوجد أشخاص ذوي إعاقة سمعية يبدأ الطبيب بتوضيح الإجراءات العلاجات المناسبة التغذية المناسبة الأدوية المناسبة على حسب الحالة أو إذا صابت الأم بحرارة مرتفعة بوجود حصبة ألمانية هنا نبدأ التدخل الوقائي في برامج التدخل المبكر إثنان تدخل توعي هناك إرشاد من برامج التدخل المبكر كيف تتعامل الأم مع الطفل ذوي الإعاقة السمعية كيف تستقبل الطفل كيف تحرص الأم على تنمية ماذا المهارات الأخرى التي تعوض أجانب فقدان السمعي مثل تنمية جانب البصري جانب ماذا الحسي للطفل المهارات المعرفية تدخل تربوي من قبل أخصائيين في برامج التدخل المبكر أخصائي التدخل المبكر هنا دوره في تقوية الجانب القوي للطفل وكذلك تقوية وعلاج الجانب الضعيف للطفل الطفل ذوي الإعاقة البصرية يحتاج إلى تنمية مهاراته وقدراته هنا بعض الأمثلة الموجودة أطلب من الطفل أن يشير ووضح بأي لغة؟ بلغة الإشارة أو لغة ماذا؟ الشفاه مع الطفل هنا يشير الطفل إلى اللون الأحمر أحمر يبدأ الطفل بالتصنيف هنا ساعدت الطفل على تنمية الجانب المعرفي لون أحمر صنفنا على حسب اللون وكذلك اللون الأخضر أستخدم هذه الأشياء البسيطة مع طفلي من أجل تنمية المهارات المعرفية وهنا اللون الأصفر وهنا اللون الأزرق وأستطيع أن أصنف على حسب الشكل دائرة مربع مثلث تدخل تأهيلي بعد إصابة الطفل هناك استخدام البرامج المناسبة للطفل السماعات المناسبة خصائص المعاقين سمعيا الخصائص اللغوية يختلفون في اللغة التعبيرية بسبب استخدام ماذا؟ لغة الشفاء ومشاهدة ماذا؟ لغة الأبجدية الأحرف باستخدام لغة الإشارة خصائص العقلية خصائص الأكاديمية الخصائص الاجتماعية والانفعالية دائما يميلون أطفال ذو لعاقة السمعية إلى الانسحاب الاجتماعي بسبب ضعف التواصل مع الآخرين وفي نهاية لقاء اليوم أشكر لكم حسن تفاعلكم وأطلم من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته